الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل مبينا الحكمة من مجيء الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لاحظوا أن الآية بدأت بالنداء يا أيها الذين آمنوا فيه بيان الاهتمام بشأن المسلمين أن الله يعلمهم هذه المعلومة بأسلوب النداء اهتماما بهم واهتماما بعباداتهم كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي من كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم من أتباع الرسل أعلم الله عز وجل نبيه هنا وأمته أن فرض الصيام ليس عليهم فقط بل على الذين من قبلهم كذلك استفيد منها التسرية لعباد الله المؤمنين أنهم يعبدون الله بعبادة أمر من مضى من المؤمنين بها فلما انبعث صلى الله عليه وسلم فكان خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا يعبد بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا بما أمر به مما أعلمه الله إن الدين عند الله الإسلام بشر أهل الإيمان أنهم يعبدون الله كما عبد أتباع الأنبياء من قبل وفيه التسلية لهم بأمر هذه العبادة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يستفادوا منها أن من نعمة الله عز وجل على المسلمين أن يسر لهم أعمالا يتقربون بها إلى الله ليرفع درجتهم عنده فتأملوا في فضيلة المغفرة ممن حقق الصيام واتق الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي تصديقا بفرضه واحتسابا أي طلبا للثواب غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على كثرة العبادات التي يأمر الله بها عبادة هي من نعمة الله فاحمدوا الله واعبدوا الله عز وجل في كل أحوالكم فإن العبادة تقربكم إلى رضاه فدخول الجنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين